من هذا النهر نعم فهل يحنس بشربه منه بفمه نعم أو بشربه بواسرة شيء آخر نعم أو لا يحنس بالإثنين نعم أظن مفهوم هذا الكلام أها لذلك هنا قال مثال حلف لا يشرب من هذا النهر نعم والحقيقة المتعاهدة نعم الكرع منه بفيه نعم الحقيقة هي أن يشرب بفمه نعم كما يفعل كثير من الرعاي نعم والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه نعم 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 والحال أنه لم ينوي شيئا نعم لم ينوي الشراب لا بفيه نعم ولا بإناء نعم بأن يغرف به نعم فهل يحنس بالأول دون الثاني أو العكس نعم أو لا يحنس لا بالأول دون الثاني ولا بالثاني دون الأول نعم الأقوال المتقدمة نعم فعند أبو حنيفة نعم يحنس بالأول نعم نعم ولا يحنس بالثاني نعم نعم وعند أبو يوسف يحنس بالثاني نعم ولا يحنس بالأول نعم وعند غيرهما نعم التردد والتوقف نعم إذا جمع بينهما نعم نعم يدخل في هذا الباب نعم نعم على التأكيد نعم 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 في مثل هذه الآيات نعم سنفرغ لكم أيها الثقلان نعم نعم فيه لانه قال مجمل فنشوف يعني نحمل على الواحد بقلينا مادام بيقى مجمل نشوف الحقيقة اغلب فبنحمل عليه او نشوف اقرب الى المجاز فبنحمل على المجاز هذا معنى اجماله كذلك يقول مثلا هذا بالنسبة للتأسيس كذلك في العموم والخصوص فيقدم العموم على الخصوص اذا تعارضا كذلك كلمة النكاح النكاح هو لمعنى واحد وهو الوطء ارجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد فاذا قيل النكاح يحمل على الوطء احسن من حمله مثلا على العقد لانه حقيقة في هذا ومجاز في هذا والبعض يقولون بالعكس انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كل ما جاء لفظه حقيقة في شيء ومجاز في شيء تقديم الحقيقة على المجاز هو المعتبر بسم الله نمشي وسبوت حكم يمكن كونه مرادا من خباب لكن مجازا لكن مجازا لا يدل على انه المراد منه معناه اذا ثبت حكم بالاجماع نعم اذا ثبت حكم بالاجماع نعم وجاء نص نعم يشهد لهذا الحكم نعم الذي ثبت بالاجماع اذا حملنا النص او اللفظ اذا حملناه على المجاز نعم ولكن اذا حملناه على الحقيقة تدل على غيره نعم فهل نحمل اللفظ الخطاب الالهي هذا نعم نحمله على المجاز فيكون شاهدا للدليل او للحكم الذي ثبت بالاجماع نعم او نبقي الحكم نعم على حاله اي الخطاب نبقيه على حاله نعم ونبقي حكم الاجماع على حاله نعم ونستدل عليه بان له حكم لم نقف عليه نعم ومثل لهذا بوجوب الوضوء من اللمس نعم نعم فكيف سيء هكذا يمكن كونه مرادا معناه وثبوت حكم بالاجماع مثلا نعم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا نعم إذا حملناه على المجاز نعم هذا الحكم لا يدل على أنه المراد لا يدل على أنه المراد من الخطاب نعم بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري نعم يقول ثبوت حكم بالاجماع مثلا يمكن كون ذلك الحكم مرادا من خطاب لكن يكون ذلك الخطاب في ذلك المراد الذي هو الحكم المذكور مجازا فإنه لا يدل الثبوت المذكور على أن الحكم المجازية المذكورة هو المراد من الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عن الحقيقة خلافا للكرخي من الحنفية والبصري من المعتزلة مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا أن المجامع الفاقد للماء يتيمم بالإجماع أي يمكن كونه مرادا من قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فيكون معنى الملامس هنا يعني يفمل على المجامع لأن الملامس في اللغة هي الجس باليد حقيقة في اللمس باليد ولكنه مجازا يطلق على الجمال فإذا قلنا أن هذه الآية شاهدة لوجوب حكم التيمم على المجامع الفاقد للماء حملنا الآية على المجاز وتركنا حقيقتها ولذلك يقول لا لا ينبغي أن نفعل هذا يجب أن تبقى الآية على حقيقتها على اللمس باليد ثم نستدل على وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء بدليل آخر لم نقف عليه هذا هو مواضح هذا فتيمم لكن على وجه المجاز لأن الملامس حقيقة في الجس باليد مجاز في الجمال وهو اختيار الكرخي والبصري أو يبقى الخطاب على حقيقة في اللمس باليد ويكون مستند الإجماع دليلا آخر وبه قال الإمام فقر الدين الراذي في المحصول وهو مذهب القاضي عبد الجبار واختاره المصنف وهو صاحب هذا الكتاب هذا كله محمول على منع امتناع حمل اللفظ على حقيقة ومجازه أما على من يقول بجواز حمل اللفظ على الحقيقة والمجازه لا كلام لا خلاص الكناية لفظ أستعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة الكلام عند العلماء أو علماء البيان إما أن يكون الكلام صريحا أو يكون مثلا كناية وإما أن يكون مجازا لأنه لا بد أن يكون صريح أو كناية أو تعريط للأسف أو تعريط أو مثلا أو رمج أو إشارة أو إيماء هذا هو الكلام الكلام إما أن يكون صريحا وإما أن يعني صريحا قولك فلان طويل فلان طويل أو أن يكون مثلا كناية كأن تقول فلان طويل النجادي تريد أن حمائل سيفه حبل سيفه طويل هذا دليل على أنه طويل إذا لم يكن طويل لكان نجاده قصير أليس كذلك؟ أو تعريط التعريط هو أن تقول تستعمل اللفظ في معناه ولكن تلوح به لمعنى آخر كقولك مثلا للمعتدة من يستغني عنك؟ نعم مثلك يرغب فيه؟ نعم هذا مقوم هذا جلاب أنت لم تقول لها أنا أريدك ولا قلت لها أنت مرغومة من يستغني عنك؟ مثلك يرغب فيه الناس؟ أو مثلا أو من أين لنا مثلك؟ مثلا أنت لم تقول لنا أطلبك صريحة صراحة ولكنك كنيت هذا هو التعريض فهذه هي أحساب الكلام عندهم الكلام إما صريح بأن يكون استعمل في مدلوله كقولك فلان طويل أو مثلا استعمل في استعمل الملزوم وقصد اللازم كقولك مثلا طويل النجاة أو فلان كثير رماده إذا قلت أنه كثير الرماده كأن أمام بيتي سنغاء يقرؤون في القرآن هذا سعمل حقيق ولكن إذا قلت ذلك وتريد أن بيته لا يخلو من طفح الطعام لذلك رماده كثير فأنت تكني بهذا عن الكرم أليس كذلك؟ كذلك إذا مثلا قلت كلاما كقول سيدنا موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير الفقير ولم يقل لرب إني جائع أريد الطعام والشراب لم يقل هذا أظن مظلوم هذا فهنا يقول الكناية هي أيضا يحتاج إليها الفقيه في علم الأصول عندما يبحث في أدلة الكتاب أو أدلة الصنة الكناية لغض استعمل في معناه استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى وليس ملزومه فهي حقيقة فإن لم يريد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لكن في حقيقتها دائما هي أنت تريد المعنى الحقيقي وتشير به إلى معنى آخر هو ملزومه أو لازمه أيوة ف أظن أها يقول استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى وذلك نهو زيد طويل النجادي مرادا منه طويل القامة إصطولها لازم لطول النجادي أي حمائل السيف فهي حقيقة باستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم لأنك استعملت اللفظ في معناه الحقيقي ولكن أردت أن تشير بذلك إلى معنى آخر أهو ملزوم أو هو لازم لهذا اللفظ الذي ذكرته فإذا قلت فلان طويل النجادي وقصدت بذلك أن تصفه بالطول أو قلت كسير الرمادي وقصدت بذلك أن تصفه أيضا بكسرة الرماد لكن أردت أن تصفه بالكرم مفهو هذا وقد استعملت اللفظ في معناه وأردت